السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايوك يا جماعة عمليل نيوي واخباركم ايه معاكم المستشارة القانونية امينة في هنتكلم النهاردة عن اهم الدفوع القانونية في قضايا في قضايا احراز السلاح الابيض طبعا قبل ما نتكلم في اي حاجة خلينا متفكين كده ان احراز السلاح الابيض او الاضايا دي عموما بيكون في دفوع اساسية دي بيبقى لازم ذكرها وفي دفوع تانية بتكون على حسب ملابسات القضية او على حسب خدوص القضية نفسها تمام فاحنا النهاردة هنتكلم عن القضايا عن قفز الدفوع اللي واجب ذكرها او الدفوع اللي هي الاساسية وهم تقريبا بتاع تلات اربع دفوع ومش اكتر تمام طبعا اول حاجة بتلفت نظرنا طبعا في المحضر اللي بيجي هو محضر مأمور الدبط القضايا بنلاقيه كاتب كده بنفس النص اسناء مرورنا بدائرة اسم كذا تم دبط احد الاشخاص ويتدعي اسم كذا وبتفتيشوا عصرنا على سلاح ابيض بيكون هو ده النص عموما اللي بيكون مكتوب في بداية المحضر طيب احنا بقى بنتكلم في اول دفع اولا بطلان القض والتفتيش وماتلة وهما لعدم وجود حالة من حالات التلبس ما هو مش معقولة يكون المتهم ماشي في حاله مفيش مشكلة او واقف عموما تمام ويجي مثلا مامور الدبط القضايا او كده يوم جاي واخدول اه انت معاكس رحابيض او انا شاكك ان انت معاكس رحابيض ليه طالما ما فيش مثلا مش مزكور ان هو مثلا كان باين عليه حالة من حالات الشك حالة من حالات الريبة ما مش واقف بيتلفت يمينا ويسارا ويكذا فبيكون ده اول دافع انا كمحامي بعتمد عليه جدا بشيء يعني بصفة كبيرة يعني بطلان القبض والتفتيش ومتلاه هما لعدم موجود المتهم في حالة من حالات التلقص تاني تاني دافع وهو مكتبية المحضر وطبعا المحضر لازم يتكتب يتكتب ايه؟ لازم يتكتب ايه؟ لازم يتكتب اه نص اه عموما يعني يتكتب كله ومش يكون نموذج زي ما اغلبية فيه اسام او فيه محاضر بتتكتب كذا ان بيكون مثلا نموذج مكتوب ويا دوبك هما بيملوا بس الفراغات وطبعا بيكون اكبر غلط فدي نقطة من النقطة اللي برضو اللي احنا بنعتمد عليها برضو في محاضر فيه اضايا احراز السلوح الابيط تالت دافع وهو بطلان الاعتراف المنسوب صدوره بمحضر جامع الاستدلالات ودي هنقف عندها شوية جماعة لان دي نقطة مهمة جدا لان السلطة المختصة الوحيدة اللي من حقها تستجوب المتهم ويكون المحضر على هيئة سين وجيم لوسؤال وجواب هي النيابة العامة فقط وليس مأمور الضبط القضائي بمعنى ان النيابة العامة هي الوحيدة السلطة المختصة التي يحك لها ان تسأل المتهم ويصدر منها محضر مكتوب في سؤال النيابة العامة الموجه للمتهم وجواب المتهم ايه على النيابة العامة او ما ينوب عنه او ما ينوب معه يبقى دول كده تلت تدفع في دفعين برضو تانيين اللي هم عدم تصور حدوث الوقعة وطبعا دي بتعتمد على الحدوث الوقعة بمعنى انه ما ينفعش تكون الوقعة الساعة اتنين الدهر مثلا واحد واقف عادي ما في الشارع اللي هي المعاد اللي هي بيبقى مكتوب طبعا في محضر الضبط القضائي اللي هو اثناء مرورنا بدايرة اسم كزا زي ما احنا قلنا الساعة الفلانية تم عصورنا تم ضبط احد الاشخاص الساعة اللي بتفري كتير قوي يا جماعة في قضايا احراز السلاح الابيض ودي نقطة برضو يعني نقطة من ضمن النقط اللي احنا بنعتمد عليها طبعا عدم وجود شهود يثبتوا حدوث الوقعة او يثبتوا الملابسات اللي حدثت في قضايا احراز السلاح الابيض دي برضو نقطة مهمة جدا انا كمحامية او انا كمحامي بعتمد برضو عليها جدا فدي كده كانت دفوع وليست الدفوع دي كده كانت دفوع من الدفوع الرئيسية اللي المحامي بيعتمد عليها واول ما بيلقي تركيزه واول ما بيلقي نظره بيلقي نظره على هذه الدفوع ثم بعد ذلك الدفوع اللي هي تكون معتمدة على الملابسات بتاعة القضية وزروف القضية وزروف اوقاتها وهكذا كانت معاكم المستشارة القانونية عمينة سعيد وعلى لقاء اخر وفيديو اخر شكرا